عروه بن الزبير رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء أصيب ببلاء عظيم فأول بلائه أنه أصيب بالفالج في رجله فقرر الأطباء بتر قدمه فبترت قدمه في قصة عظيمة تدل على قوة إيمانه ويقينه بالله جل وعلا فلما قام من فراشه وإذا بخبر آخر يزلزل أركانه فقالوا عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك قال أي ولدي قالوا فلان فرفع بصره إلى السماء وقال اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت اللهم إنه كان لي أربعة من الأعضاء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستا فلك الحمد منزلة الرضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى منزلة رفيعة لا تدركها إلا النفوس المؤمنة التقية ليس من شروط الرضا بأقدار الله أن لا يشعر الإنسان بألم أو أن لا يشعر قلبه بحزن ولكن من شرطه أن لا يكون هناك تسخط ولا جزع على قدر الله سبحانه وتعالى وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حزن على موت ابنه إبراهيم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فارضوا عن أقدار الله جل وعلا تجد الطمأنينة والسكينة تحل في نفوسكم